أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع موريتانيا في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين والبلدين الشقيقين وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس موريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عقب مباحثاتهم اليوم بقصر الاتحادية أشار رئيس سيسي إلى إجرائه مباحثات مكسفة وبناءة مع نظره الموريتانية تناولات مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية لقد أجريت اليوم مع الرئيس الغزواني مباحثات مكسفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية وقد عكست المشاهرات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون والتنسيق على المستويات كافة أخذت الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر ومريتانيا ومنها تحديات تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وصون الدولة الوطنية ومؤسساتها